اشتركوا في القناة واجهون العباد الصالحين من البشر حلقة اليوم الحقيقة جدا عجيبة طولنا عن الفروة عشان كده ماني قادر اتأقلم عليها المهم اننا رجعنا للاجواء الشتوية دي وقصة اليوم هي قصة عجيبة جدا معركة الانس ضد الجن معركة تاريخية حصلت على وجه الارض الله اعلم اذا كانت حصلت او لا لكن اليوم في نهاية هذه القصة انت اللي رح تقرر بس قبل ما نبدأ القصة لازم نعرف اش هي الغيلان الغيلان يا طويل العمر والسلامة هي الشياطين المتشكلة من الجن يعني جني يتهيأ بهيئة مرئية تشوفها انت وبإمكانك تمسكها يعني بإمكانك تلمسها يعني شي حسي امامك شي يعني تقدر تمسكها وهذا الشي ذكرني بقصة صحابي من الصحابة واللي هو ابي بن كعب رضي الله عنه مسك يد جني كان جني متغول يعني متشكل بشكل محسوس خلوني اقصلكم قصة عسري كان لأبي بن كعب رضي الله عنه جرين فيه تمر يعني صحن فيه تمر وكان كل ما مر من عنده لقيا ينقص يعني مثلا في الصحن خمس حبات كل ما مر ينقص حبات تصير أربع حبات يمر مرة ثانية يلقاه ثلاث حبات في شي قاعد يصير فقرر في ليلة من الليالي انه يحرس هذا الصحن فحرسه فإذا هو بدابة كهيئة الغلام المحتلم ومعنى شاب محتلم يعني شاب بالخ يقول ابي بن كعب فسلمت عليه إلا بهذه الدابة ترد السلام يقول فقلت ما أنت جن أم إنس فقال جن فقال ابي بن كعب ناويني يدك هات يدك خليني أشوف هل أنت إنسي أم جن فعليا هذه الدابة طلعت يدها إلا هي بيد كلب وشعر كلب يقول ابي بن كعب فقلت سبحان الله هكذا خلق الجن فرد هذا الجن وقال قد علمت الجن إنه ما فيه أشد مني أنا أشد الجن قوة يقول ابي بن كعب فقلت لها ما حملك على ما صنعت شي اللي خلاك تيجي وتأخذ من التمر حقي يقول في رد الجن هذا وقال بلغني أنك رجل أنتو حب الصداقة فأحببت أني أخذ شي من طعامك ونلحق على الصداقة فقال ابي بن كعب فما الذي يحريزنا منكم حطنا شي يحمينا منكم يعني ما يصير كل شوية تدخل علي كده بهذا الشكل المرعب فقال لهذا الجن المتغول آية الكرسي اقرأ آية الكرسي ومعت بتشوفني أبدا يقول فتركت وفي اليوم الثاني رحت للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الخبيث شفت هذه القصة نفسها حصلت مع صحابي ثاني اسمها أبو أيوب الأنصاري ايه نعم أبو أيوب الأنصاري اللي استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وضيف في بيته أول ما وصل من الحجرة كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يتأدى من الغيلان يأكله من أكله نفس اللي حصل مع أبي بن كعب كل يوم يجي هذا الغول يأكل من أكله ويمشي يوم من الأيام تقنصه أبو إيوب الأنصاري ومسكه وكتفه وقال له والله لا سوقك للنبي صلى الله عليه وسلم الحين شوية إلا هذا الجن المتغول بدأ يصيح ويبكي ويقول تكفى فكيني ومدر وش من هذه الأمور أيلين قال هذا الجن أنا بعلمك آية والله ما حت تشوفني مرة ثانية وقال له نفس الآية اللي هي آية الكرسي يعني فعليا آية الكرسي فعليا تطرد الجن ونفس القصة هذه حصلت برضو لأبو هريرة فكان فيه جني متغول يسرق من أموال المسلمين فمسك أبو هريرة وكتفه وهدده كيف تجي تسرق من أموال المسلمين طبعا أبو هريرة كان يعتقد أنه شيء عادي أو إنسان عادي طبيعي إلينا عرف أنه فعليا جني متغول وكان فعليا يسرق من هذه الأموال في يوم هددها أبو هريرة رضي الله عنه قال لها اسمع أنا جني والحقيقة كنا ساكنين في المدينة قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله سبحانه وتعالى عليه آية الكرسي ثم بعدها تفرقنا في كل بلد وفي رواية ثانية أنها آية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقاء وعلمه بأن آية الكرسي إذا قراها ينزل عليه من الله سبحانه وتعالى حافظ يحفظ حتى يصبح وهذا القصص توريك بأن الجن فعليا بإمكانه يتشكل بأشكال وصور ملموسة تقدر تمسكها تقدر تحسها وتشوفها وهذه منه القصص الوحيدة ففي قصص لصحابه فعليا قتلوا الغيلان مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الإسلام كان مسافر للشام وهو مسافر شاف لهغول اللي هو أبو فانوس نسميه في أيامنا في يوم شاف عمر بن الخطاب انطلق عليه مثل سرعة الضبع فقاسع مع عمر بن الخطاب نصفين طبعا الرواية هذه لا أعلم مدى صحتها ولكن هذا ما يؤثر في صحة استطاعة البشر في قتل الغيلان من الشياطين فعند فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إنهم يهدمون الأصنام وهذه رواية صحيح فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إنه يروح ويهدم صنم العزة في يوم هدما خالد بن الوليد خرجت له امرأة سوداء عريانة ناشرة شعرها فأقبل عليها خالد بن الوليد ضربا بالسيف فجزالها باثنين يعني قسمها نصفين وكان خالد بن الوليد وقتها يكرر يا عزو كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك وهذه الواية صحيحة كذا عرفنا فعليا إن الجن بإمكانها تتغول وتتشكل بأشكال ملموسة محسوسة نقدر نشوفها ونلمسها ونحسها ونقاتلها حتى والحين بعد ما عرفنا إن بإمكان الشياطين إنها تحتك مع البشر بشكل فيزيائي محسوس في قصة اليوم رح يكون لها تأثير مختلفة الحين في خاطر عند محوى عليهم السلام استلم الأمر من بعدهم ولدهم اللي هو اسمه شيث عليه السلام واللي كان وقتها نبيها فذكر في حديث مرفوع رواهي بن حبان في صحيحة عن أبي ذر أنها أنزل على شيث عليه السلام خمسون صحيفة فيها تبيان لكل شيء فكان فعليا شيث عليه السلام نبي من الأنبياء وكان وقتها ما باقي على الأرض إلا نسلين نسل شيث عليه السلام وكان نسل طيب كلهم فيهم خير صالحين يعني ولا نزكي بس في نسل ثاني كان الشيطان لاعب فيهم لعب وهذا النسل من ولد آدم عليه السلام اللي كان مرتكب أحضم كبير بعد الشرك واللي هي القتل إيه نعم هو قبيل اللي قتل أخوها بيلا وكان عنده نسل وكانوا يعيشون عيشة غير أخلاقية أبدا وكان أول من تفشى فيهم التبرج وعسف الموسيقى والزنا يعني كان عكس نسل شيث فكان إبليس فاتح فعليا مشروع في نسل قابل بس السؤال كيف كان يغويهم إبليس وهنا الأمر العجيب أن كان إبليس يعلمهم بأنه يكون مثال له خليني أوضح لك أكثر كان إبليس يتهيأ لهم كان إبليس يتمثل لهم بشخصية من الشخصيات وكان يحاول بقدر المستطاع أنه يكسب ثقة نسل قابلة بأنه يفعل الخير وينشر السعادة وينشر هذه الأمور لأن تصبح هذه الشخصية مشهورة جدا في قبيلة قابلة في يوم يصل لهذه الشخصية أتباح يبدأ إبليس هنا لعبتها فيبدأ شيء في شيء يرتكب بعض المعاصي ويفاخر فيها ويجاهر فيها أمام قبيلة قابلة بس الحين صار فيه محبين كثير لهذه الشخصية وبكذا محبين هذه الشخصية يدافعون عنها بل يفاخرون بالمعاصي اللي يرتكبها شخصية إبليس اللي يتشكل فيها إبليس ويبدون يقلدونها ويرتكبون نفس المعاصي وبكذا يخترق إبليس نسل قابلة أعطيكم مثال على السريع يعني مثلا يتشكل لهم بشكل رجل صالح ويفعل بعض الأفعال اللي فيها الخير لين يتقبلها المجتمع بل يعجبون فيه ويصير لها أتباع كثير ومن بعدها يبدأ يعزف الموسيقى ويرتكب المعاصي والزنا ويشرب الخمور فيبدأ المعجبين بهذا الرجل يقلدون نفس الشي اللي يسويه هذا الرجل حتى ولو كان خطأ وبكذا اخترق إبليس مثل قابلة وفعليا حركة إبليس هذه ملموسة بواقعنا الحين في إبليس في وقتنا الحالي صار ذكي بدل ما ينزل هو الساحة ويتمثل لنا صار يرسل شياطينا لبعض ضعاف الإيمان مننا واللي لهم تأثير فينا قوي فيجعلهم يجاهرون بالمعاصي ويتفخرون فيها بل يرتكبونها أمام الكاميرات ويجاهرون بها في كل مكان ويصير هذا المؤثر سوى نفس شغلة إبليس وإبليس متكي على المعه في نص المحيطات في مثلث برمودا المهم إنه صار في قبيلتين قبيلة قابيل وشيث خلوا قبيلة قابيل على جنب وراح يكون تركيزنا على قبيلة شيث فشيث عليه السلام كان من نسلة أغلب الأنبياء أو بالأصح كل الأنبياء في يوم جاء وفاة شيث عليه السلام استلم من بعدها الحكم ولدها آنوش ومن بعد آنوش قينان ومن بعد قينان ولد قينان واللي هو الشخصية الرئيسية في قصة الحق شخصية ميب عديها أبدا كان اسم هذه الشخصية مهلائيل بن قينان كان لمهلائيل تاج عظيم جدا ويقال بأنه أول من بنى المدن والحصون الكبار وهو أول من عمر الأرض منذ خلق الله آدم فيقال بأنه أول من بنى مدينة بابل ومدينة السوس الأقصى ويقال برضو أنه ملك الأقاليم السبح أكيد أنك تسأل إشي الأقاليم السبح نفس السؤال اللي سألت نفسي والحين رح نعرف إشي الأقاليم السبح الأقاليم السبح هذه هي إقليم بلاد الهند وإقليم الحجاز وإقليم مصر وإقليم بابل اللي هي العراق وإقليم بلاد الروم والشام وبلاد الترك وإقليم بلاد الصين يعني تقريبا ملك الأرض كامل أعتقد الله هو بس مهلائيل هذا ما كان ملك عادي ما كان ملك فقط فكان قائد عسكري محنك يقال بأن مهلائيل هو أول بشري واجه جيوش إبليس عليه لعنة الله إبليس اللي متآمر علينا من يوم أنزل الله آدم من الجن إلى يومك هذا مهلائيل هذا هو اللي واجهه بجيوش فعليا جيش إبليس ضد جيش مهلائيل وهو أول قائد قاتل الشياطين وجيش الجيوش ضد إبليس كانت شخصية عجيبة جدا تخيل معي شياطين الجن ضد العبادة الصالحين من البشر الله أعلم إذا كانت هذه الرواية صحيحة وفعليا هذا الأمر صار في الواقع كيف يكون التحام الجيشي أمر عجيب يا رجل وتفكر فيها كيف تكون الدماء كيف راح تكون طريقة القتال الله أعلم أمر عجيب جدا بس أنا قاعد أتفكر فعليا تذكرت أن الصحابة فعليا تقاتلوا مع الشياطين بس السؤال اللي كان يجري في بالي هل الشياطين كانوا على هيئتهم العادية اللي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها أو أنها تشكلت وأصبحت غلال وهنا يجاوب ابن كثير يقول ابن كثير جيوش إبليس كان منهم الكثير من الغيلان واللي ذكرناهم في بداية الحلقة الشياطين اللي تشكلون بشكل حقيقي واقعي ملموس وإذا كان هذه الواقعة فعليا حصلت فإبليس استعان بجيوش من الغيلان يعني ملموسة حقيقية تقدر تشوفها وتلمسها وتقاتلها واحتمال تقتلها الله أعلم مش الدم اللي راح يطرع منها بس في مخيلتي إن لون الدم أسود الله أعلم فكيف بشعور فعليا البشر اللي عاشوا هذه اللحظات تخيل إنك راكب الخيل الحين متوجه تقاتل إبليس تقاتل الجن يسألك اللي جنبك وين رايح بالله رايح أقاتل إبليس وجيشه إلمهم إن إبليس كان مقهور من مهلائيل وكيف إنه عمر الأرض في إبليس كان متعود على أيام شيث وأيام آدم وبشرية قليلة ويتمثل لهذا ويخترق نسل قبيل وباقي عايش حياة وردية وأصبحت الدنيا كلها مليانة بالعبادة والصلاح والمدن الضخمة والحصون العالية مليانة بالخير ومليانة بعبادة الله سبحانه وتعالى والعوائل القوية المترابطة المدن بدت تنبني العوائل بدت تقوى عدد البشرية بدت تزيد قبل كان يرسل خمسين شيطان الحين لازم أقل شيء ألف فبغى يجي شيء فيها أعتقد أنه جاه سكر ديك الأيام فاتخذ خطوة كبيرة جدا كان قبل شغال على الوسوسة أتمثلك على هذه الأمور بس يوم شاف أن العبادة الصالحين كيف كثروا جهز الجيوش وكان يعتقد بأنه سيقطع دابر الصالحين خلاص من الأخير الوسوسة خلي تايم آوت شوي ناخذ راحة من الوسوسة ونخش في القتال لكن مهلا العرف بطريقة ما إيش اللي جالس يخطط راحة إبليس فجهز جيوش كبيرة من الإنس جيوش مليانة مجاهدين رايحين يموتون فعليا انطلق مهلا إيل وتقابلت جيوش إبليس وجيوش مهلا إيل وقفوا أمام بعض الجن ضد البشر إبليس ضد مهلا إيل انفكت الجيوش في بعضها والتحموا في بعض ودخلوا واشتد القتال وصار الأمر جدا صعب وقتها أدرك إبليس إن الأمر أصعب مما كان يتخير عرف إنه حدة وسوسة تخرب بين فلان وفلان تخرب بين زوجة وزوج خليك على هذا الحد أدرك إبليس إنه شغلة يخرب عوايل يخرب عقائد في هذه الدائرة ما يخرج منها وقتها إبليس انسحب سحب على جيشه كامل وهرب ما يشوفون إلا خطه في نص المحيطات في يوم شافت جيوش الجن إنه إبليس انسحب انسحبوا حتى هم وطلعوا الجبال وراحوا للمحيطات والبحار يعني رجعوا لديرته ويقال بأن قتل في ديك المعركة الكثير من الغيلة واستمر حكم مهلائيل للأرض أربعين سنة وفي فترة حكمه كانت فترة فعليا ازدهار ازدهار البشرية كانت في وقت حكم مهلائيل لين جات وفاة مهلائيل وتوفي واستلم الحكم من بعدها ولده وكان اسمه يارد بن مهلائيل ويارد هذا برضو كان له شأن لأنه كان أبو لنبي من الأنبياء واللي هو نبي الله إدريس عليه السلام استمر حكم يارد سنين ومن بعدها توفي واستلم الحكم من بعدها نبي الله إدريس عليه السلام وكان إدريس عليه السلام هو أول من خط بالقلم وهو النبي الذي قبضت روحه في السماء الرابعة قصتها ترى عجيبة شكرا واللي راح نذكر قصته وقصة نوح عليه السلام بالمقاطع الجاية من هذه السلسلة ترجمة نانسي قنقر شكرا